هذا وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن نجاح سير العملية الانتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين في الخارج دلالة حضارية على رسوخ المسيرة الديمقراطية وحيويتها على مدى عقدين في ظل النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وتوجه سعادته بالشكر والتقدير إلى اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات واللجنة التنفيذية للانتخابات على التعاون البناء مع وزارة الخارجية وأثره الإيجابي في توفير التسهيلات التي عززت من انسيابية العمل الانتخابية ونجاحها وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية في انتخاب أعضاء مجلس النواب بنزاهة وشفافية تم في 37 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية وبإشراف قضائي كامل وأعرب سعادة وزير الخارجية بمناسبة إدلائه بصوته في انتخابات أعضاء مجلس النواب بمقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جينيف عن شكره وتقديره لسعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوشيري رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جينيف رئيس لجنة الاقتراع والفرز وجميع أعضاء البعثة على أداء واجباتهم بكفاءة ومهنية مؤكدا اعتزازه بتزامن هذا الحدث الديمقراطي مع ترأسه لوفد مملكة البحرين المشارك في عرض ومناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن ألية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان الدولي بما يؤكد التزام المملكة الراسخ باحترام حقوق الإنسان وتعزيز حرياته المدنية والسياسية على أسس من العدالة والشفافية وسيادة القانون وقد أجرى سعادة وزير الخارجية عبر الاتصال المرئي اتصالا مع غرفة العمليات بوزارة الخارجية التي تتولى التنسيق والإشراف على إجراء الانتخابات النيابية في الخارج وقد أعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها غرفة العمليات لمتابعة سيابية العملية الانتخابية في الخارج منويها بالتعاون والتنسيق المتواصل بين غرفة العمليات والبعثات الدبلوماسية ولجنة العليا للانتخابات من أجل ضمان سير العمليات الانتخابية بكل يسر وسهولة وشفافية وأشهد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالجهود المخلصة التي بذلها أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج والدبلوماسيون والإداريون من أجل تنظيم الانتخابات البرلمانية في سفارات وقنصليات المملكة بكل يسر وسهولة وشفافية منوها بإقبال المواطنين البحرينيين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم للانتخابات البرلمانية الأمر الذي عكس حسهم الوطني العالي وحرصهم على المشاركة في المسيرة الديمقراطية في المملكة ترجمة نانسي قنقر